اخنوش يشدد على تمسك المغرب بالحكم الذاتي لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية رئيس الحكومة أكد في كلمة ألقاها ضمن أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن مشاركة الجزائر بجدية وحسنينية في مسلسل الموائد المستديرة بصفتها مسؤولة عن خلق واستمرار هذا النزاع هي شرط أساسي للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذه القضية إسبانيا ترفع اللوم عن الشرطة المغربية في أحداث مليليا وزير الداخلية الإسباني أبرز أن الوفيات والإصابات التي سجلت في صفوف المهاجرين غير النظاميين خلال عملية الاقتحام جاءت كلد فعل على عنف أشد مارسته مجموعة من حوالي 1700 مهاجر ولاجئ الوزير عبر عن دعمه لأعوان الحرس المدني وقوات الأمن المغربية الذين أصيبوا في ذلك اليوم الجزائر تنسحب من اجتماع عربي بسبب الصحراء المغربية اتحاد المحامين الجزائريين غادر اجتماعا كان منعقدا في لبنان بسبب تصريح ممثل جمهورية مصر العربية النقيب المصري المنتخب حديثا رئيسا لاتحاد المحامين العرب الذي أكد ضمن كلمته مغربية الصحراء زياش عبر عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب المغربي وجاهزيته لخوض المونديال مع الأسود الدولي المغربي أكد أن المبارتين الوديتين أمام الشيلي والبراجواي في غاية الأهمية بالنسبة للفريق قبل دخول منافسات نهائية كأس العالم من أجل وقوف على مستوى اللاعبين مع وجود المدرب الجديد نهاية المختصر للمزيد من الأخبار تابع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر